إن الإيمان بالله وتوحيده يملأ القلب بالسكينة والطمأنينة ويحقق للإنسان الأمن والسلام النفسي ويتضح ذلك من خلال سيرة تماظر بنت عمر بن الشريد السلمية رضي الله عنها والخنساء لقبها قدمت الخنساء على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنشدها ويعجبه شعرها وكانت الخنساء شاعرة موهوبة مبدعة قل أن يوجد في النساء شاعرة مثلها قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها وقد كانت الخنساء تقول في أول أمرها البيتين أو الثلاثة حتى قتل أخوها شقيقها معاوية بن عمر وقتل أخوها لأبيها صخر وكان أحبهما إليها لأنه كان حليما جوادا محبوبا في العشيرة كان غزى بني أسد فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها حولا ثم مات فلما قتل أخواها أكثرت من الشار وكانت تباري فحول شعراء الجاهلية وتتفوق على بعضهم فقد كان النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاو وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها فأنشده الأعشى أبو بصير ثم أنشده حسان بن ثابت ثم الشعراء ثم جاءت الخنساء فأنشدته فقال لها النابغة والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس لما قتل أخوها صخر في الجاهلية جزعت عليه جزعا شديدا ورفته بشعر كثير منه قولها يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي وبعد إسلامها أصيبت بما هو أشد من ذلك فقد استشهد أبناؤها فصبرت صبرا جميلا لأن الإيمان يورث الثبات والرضى بقضاء الله تعالى سئل علقمة عن قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها أبناؤها الأربعة فحرضتهم على القتال وكان مما قالت لهم اعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فخرج بنوها قابلين لنصحها وتقدموا فقاتلوا وأبلوا بلاء حسنا واستشهدوا رحمهم الله تعالى فلما بلغها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة لكل واحد مئتا درهم حتى قبض رضي الله عنه